طيب هنا لازم أرجع لدكتور علاء هناك ضغوط كثيرة تمارس على الجنب الصهيوني لو صح التعبية طبعا فيه هناك الضغط المصري من جهة وهناك أيضا الضغوط الدولية لكن إلى أي مدى ترى أن هناك صدا حقيقيا لهذه الضغوط؟ لا بالتأكيد الصدا كبير جدا لأن احنا ما نشوف مثلا النهاردة الاعتراف الأوروبي سلاسي الأخير بالدولة الفلسطينية ده أمر بعتقد أنه مهم جدا ويعمل نقلة كبيرة في أوروبا بتصور أن النهاردة اللي حصل في البرلماء الدنماركي من رفض هذا الاعتراف هو محاولة فرمالت يعني موجة كبيرة قادمة يعني احنا عندنا 147 دولة معترفة بالدولة الفلسطينية الضرر الفادح اللي حصل لإسرائيل أكثره حصل في إطار دعوة جنب أفريقيا أمما حكبت لعادة الدولية لأن إسرائيل بنت المسألة على دور المظلوم المظلومية نتيجة عن اللوكوست بعتقد أنهم ضحية الإبادة الجماعية النهاردة هم ثابت أنهم متهمون بارتكاب هذه الجريمة صحيحة إذا لم تصدر بعد والمسألة قد تأخذ من سنة إلى سنة سنوات في العدل الدولي لكنهم أصبحوا متهمين والعالم يتفق على أنهم متهمين والنهاردة مثلا على سبيل المسألة صدر بيان من خمسين خبير مستقل ومقرر خاص لحوال الإنسان في الممتحدة بيأكد على هذا المعنى أن إسرائيل ترتكب بعد جماعية وأنه يجب أن تنتسل لأوامر محكمة العدل الدولي وكثير من البيانات الأخرى وما إلى ذلك النهاردة حتى في وسط الطيار الصيوني المؤيد حتى الإسرائيل بشكل أعمى كان فيه انشقاء كبير جدا موجود في كتير من المناطق دور اللي اتعمل كمان من خلال الجهد المهم لفتزيله مؤسسات الحقوقية الفلسطينية وليحنا انخرقتنا فيه في المنظمة العربية لحوال الإنسان وانخرت فيه منذ العام 2002 بالمناسبة ده دور مهم جدا وصلنا النهاردة أنه محكمة الجنائية الدولية المدعي العام بيطلب اعتقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع هزق فيه خسور شديد بالمناسبة لأنه هناك أيضا اتهام يجب أن يوجه لقالات الأمنية والعسكرية اللي بتمارس هذه الجرائم على الأرض لأنه فيش حد مع فيه من مستوى القوائم إنما في كل الأحوال هذا الززال كبير بالمعنى القانوني والززال كبير بالمعنى السياسي إسرائيل حتما بترتكب طائفة واسعة جدا من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحوال الإنسان التي يجب أن تساءل عنها وتحسب عليها والنهاردة إحنا شوفنا إزاي حتى على مستوى الأوروبي كنا مندهشين جدا من موقف الألماني مش مندهشين أو من موقف بريطانيا لكن حتى هذه الموقف النهاردة تراجعت للخلف كثيرا جدا لم يعد هو باشنطن التي تحاول أن تدارع عورتها في الحقيقة أكثر من أي شيء آخر لأنها أصبح مكشوف جدا المسألة ويبدو أنه بدل ما جو بايدن كان بيحاول ينجح في أنه يطيح بناتنياه هو نتنياه هو لا يطيح بجو بايدن في الحقيقة لأنه لازال متردد وآيدي مرتعشة وخائف ومش قادر يتخرج خطوة للأمام رغم أن أمامه كل الحقائق موجودة وكمنة وواضحة للعيان بشكل كبير جدا فكرة مثلا ما نتكلم النهاردة على الجريمة الكبرى كتفرفها مؤخرا فنحكي عن أنه إحنا والله أصلاقة غلطة والله استيجيش الإسرائيل هيحقق وإحنا علاقتنا بالموضوع يعني هو الجلاد هو اللي بيحقق محرقة المخيمة آه على سبيل المثال لا مثلا مش ممكنها مستحيلة ما نشوف مثلا على سبيل المثال في حدث المستشفى المميداني يعني فيه محاولة لضرق التهمة عن إسرائيل بأي شكل من الأشكال رغم أن إحنا عندنا حتى تصريح مسؤول مصري نشرع قائلات إغبارية بالمناسبة في ذلك التوقيت أكد أن الضربة جاءت بمعرفة قوات الاحتلال إسرائيل يعني فيه هناك أمور لم تعد فيه مجال لها العمل فيها وينفعش كمان وحتى في ظل الإدارة ديمقراطية تمارس الوصاية على المجتمع الدارة بإسم حول الإنسان لم يعد هذا مقبولا بأي حاب الأحوال يعني في الحقيقة طبعا الجهود المفزولة من مصر من الأردن تحديدا منذ 7 أكتوبر وبعدها الدول العربية اللي بدأت تزايد تلتحم بهذه المسألة حوالي تساعة عربية مؤسرة إلى حد ما ما وقفها متفاوتة لكن في نهاية لابد من عام الجماعي يعني هذا بنقول أنه كان عندنا إسرائيل تقدم نفسها بدور الضحية 7 أكتوبر الجهد اللي بوزر من ناحية مصر ثم الأردن ثم بعد دول العربية الأخرى منذ قمة قرارة السلام 21 أكتوبر هو مسألة الترابيزة كانت كلها دوليا في اتجاه إخوانا الفلسطينيين وتبرر يعني أشياء بشعات وفزاعات كبيرة جدا الجهد السياسي اللي بوزر في الحقيقة عادت صواب إلى بشكل كبير هو عاد تسكين الناس بأنه مثلا ما افتدتش بسرعة أكتوبر دي ابتدت 48 وابتدت 63 وابتدت من سنوات طويلة وابتدت من ظنهية المحادثات التتسوية واتفاقات السلام كلها وعدم الوفاء بالتعاهدات وما إلى ذلك فأعتقد ده كان مهم جدا على مستوى السياسي لكن كمان مهم جدا في الحقيقة أن نلاقي هذه الدول طبعا ميزان للأسف الشديد ميزان القوة الدولية ميزان لصالح حيات المتحدة مزاله خمس لأثمان سنوات قادمين لكن في الحقيقة كمان إحنا لقينا توظيف جيد جدا للقانون الدولي في الصراع وخاصة القوة الدولية لحلول الإنسانة القانون الدولي الإنساني وهذا أمر نعتقد أنه مهم لأنه حشب إسرائيل وحلفائها في الزاوية وأصبحوا أمام حقائق لا يمكن أن يفكيك منها في الوقت الحالي ونحن نشعر بأن الجهد اللي بنقدر نقوم به في المجال الجنائي هيؤتي سلمارو لأن إحنا مثلا منذ فبراير الماضي وبإذن إيجابي جدا من السلطات المصرية شكلنا بعثة مشتركة من المنظمة ومن المنظمة عربية حول الإنسان ومن مركز الميزان لحول الإنسان وهو فرع المنظمة في فلسطين المحتلة واللي موجود مقر رئيسي في قطاع غزة على سبيل المسان تساهمنا حتى الآن في المرحلة الثانية تساهمنا حتى الآن في توصيق حوالي 120 جريح فلسطيني من بين أكتر من 1200 زرناهم ومتفقدناهم في المستشفيات جرحة ومرضة في 12 مستشفى في 11 محافظة نستكمل إن شاء الله في الفترة الجاية المرحلة الثالثة والربعة اضطرعنا عالية المساعدات في المرحلة الأولى وعملنا تقرير كامل كان في يوم 85 حالة موثاقة وأعلننا ده في مؤتمر صحفي في مقارن المنظمة حضروا في الحقيقة أعلام كبير جدا محلي وإقليمي ودولي لافت وهذه الحقائق وضعت أمام مليات تحقيق جنائي الدولية سواء كان لجنة تحقيق التابعة لمجلس حول الإنسان في المهم المتحدة أو أمام محكمة جنائية الدولية أو أمام مقرر خاصة لحياة حول الإنسان في المفلسطين واللي جميعهم لما زالوا القاهرة في الحقيقة في فترة لاحقة على بدء أعمالنا وبطريق أو خطة عمل تضاهي ما قمنا به أيضا كانوا جميعا سعداء باللقاء معنا لإطلاع على ما قدمناه من معلومات أولية ثم التقرير الكامل ووضع بين أيديهم بالحالة الموثاقة كاملة وفقا لمعير التحقيق الدولية عشان نقدر نساهم ومتساكم لهذا الجهد في الحقيقة في الفترة دي هلسة رجع نهارد 4 عصر من دنيات بعد جولة شمال الدلتا شمال الخمس محافظات وإن شاء الله الأسبوع القادم هنكون في شمال سيناء أيضا للمرأة التانية ونتفق قدرية المساعدات إلى جانب المرضى والجرحة الموجودين ترجمة نانسي قنقر